موسيقى مرة أخرى نحييكم مشاهدين الكرام عبر قناتكم انفاند كاتخ في فقرتكم ضيف المساء مرحبا نواصل الحديث عن الحدث الدخم الذي تحتضنه مدينة مراكش تحدث هنا عن جيتكس إفريقيا المغرب الذي يشكل منسة للتبادل بين الشركات والمهنيين والخبراء وكذا يعد هذا الموعد الهام فرصة للمهتمين بالتكنولوجيا والرقمنة من أجل تسليط الضوء على الفرص الواعدة للمشاريع النشئة هذا الملتقى الدخم مشاهدين في عالم التكنولوجيا تحتضنه المملكة وهي التي قطعت شواطا كبيرة في مجال التكنولوجيا والرقمنة من خلال مشاريع واستراتيجيات ملموسة على أرض الواقع جعلت من المملكة منسة رقمية حقيقية احتضان المغرب لهذه التظاهر العالمية يمكن أيضا من جلب استثمارات جديدة للمملكة كما يتيح للشركات المشاركة الولوجة إلى أسواق واستثمارات جديدة مما يعزز النمو الاقتصادي كما يعكس أيضا مواكبة المغرب للنمو السوسيو اقتصادي لقارتنا إفريقيا هذه الرؤية الرقمية تدخل في الحرص على وضع إفريقيا في الصدارة انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس وإرادته السامية لجعل إفريقيا متكاملة مزدهرة قصد الوقوف عند هذا الموضوع نسعد باستضافة الأستاذ دريس العيساوي المحلل الاقتصادي أستاذ دريس مرحبا بك أهلا وسهلا شكرا مرحبا بكم أستاذ دريس بداية تحدث عن تواصل جيتكس إفريقيا المغرب في مراكش أستاذ دريس هذا الحدث الدخم الذي ينظم في مراكش للمرة الثانية كيف تعلق أنت على هذا الحدث قبل ندخل في التفاصيل هذا حدث مهم جدا وأهم شيء هي أنه ينعقد وفوق التراب المغربي مع خبراء مغاربة مع شركات مغربية مع كذلك شخصيات تتطلع لعمل الأفضل بالنسبة للاقتصاد المغربي ولما نتحدث عن الرقمنا في المجال الاقتصادي والسياسي كذلك فهذا يعني بأننا نتوجه نحو ما هو معروف اليوم بالذكاء الاصطناعي هذا الذكاء الاصطناعي الذي يوفر علينا الكثير من المسائل أعتقد بأنه المملكة المغربية استطاعت منذ بعض السنوات قليلة جدا أن يصل إلى مرتبة يعني العديد من الدول ترى بأنه فعلا خطى خطوات جبارة وكون أن هذا المعرض ينعقد للمرة الثانية في المغرب هذا يعني بأنه الخبراء والشركات والذين هم يديرون شؤون المسائل التقنية على المستوى العالمي يرون بأن الأرض المغربية كما قلتم هي أرض مضيافة لكنها كذلك أرض منفتحة على المستقبل وهي الآن تهيئ المغربيات والمغاربة ليقوموا بأدوار طلائعية في المجال التكنولوجي حتى سواء كان الأمر يتعلق بشركات أو يتعلق بمشاريع التي قد تدر استثمارات جديدة وتكون في القمة قمة الوفاء لما المغرب يريد أن يكون على ذلك لأنه هناك صاحب الجلل الملك محمد السادس الذي يتتبع شخصيا هذه المبادرات ويحاول أن تكون من كل فرصة إمكانية للتقدم إلى الأمام وإعطاء أحسن ما هو موجود في الاقتصاد المغريبي نعم إذن أفهم من كلامك أستاذ إدريس بأن هناك استراتيجية وضعتها المملكة بقيادة جلل الملك في مجموعة من المجالات من ضمنها المجال الرقمي ونحن اليوم تحدث عن المغرب الرقمي 2030 تحدث سيد أخ النوش عن الانطلاق الفعلي لهذه الاستراتيجية يعني تنظيم هذا الحدث في المغرب لم يأتي من فرق يعني الكل اليوم في العالم يعرف بأن المغرب أصبح منصة رقمية وبوابة الإفريقية على مستوى الرقمي المغرب لم يكن في هذا يعني بالنسبة لهذا الموضوع هذا ليس موضوعا جديدا لأن المغرب حاول أن يطور ما هو معروف بالمغرب الرقمي منذ سنوات وجهز الإمكانيات الضرورية لذلك لكن في بعض الحالات لا تكون ظروف مواتية أعتقد بأن اليوم لما نتحدث عن الرقمنا ونحن منفتحون على إفريقيا فهذا يعني بأننا منفتحون كذلك على كل الفرص التي توتيحها الدول الإفريقية الشابات والشباب لأنه حتى الاتحاد الإفريقي له استراتيجية وهي أفوق 2060 التي هي موجهة للشباب كيف تريد أن تتحدث مع مواطن شاب من دون أن تدخل نظريات التكنولوجيات وخصوصا الرقمنا الرقمنا هنا ليست بمسألة فلسفة الرقمنا هي استعمال الأرقام استعمال المعطيات استعمال التكنولوجيات التي أولا تختصر الوقت تعطي إمكانية لجعل الأحداث دكية وتكون مولدة لقيم أخرى لأن حتى المغرب دخل في هذا السياق ورئيس الحكومة قال ذلك طبعا الحال إشارات جات من عند صاحب الجلالة فيما يتعلق بتطوير المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا اللي أساسي علينا أن نعلم بأن المسألة التقافية لم تعد مسألة حروف وكلمات وأشعار لآخره بل هي معطيات تقنية يتم تدارسها والتعامل بها لنحت الشركات التي تريد أن تشغل في هذا المجال تأخذ بعيني الاعتبار كون أنها مرقمنة وتستعمل الدكاء الاصطناعي لتتقدم إلى الأمام نعم يعني أنتم كخبير محلل الاقتصادي والساد أدريس هذا الحدث الداخل يعني جيتكس فريقيا المغرب هو أيضا فرصة بالنسبة للشركات المغربية في هذا المجال بأن تبرم اتفاقيات وأن نحن اليوم نتابع هذا يعني على أرض الواقع في هذا الملتقى حيث تبرم في كل يوم اتفاقيات بين شركات مغربية وشركات أجنبية الرائدة في مجال الرقمنة هذا سيجلب الاستثمار طبيعة الحال طبيعة الحال لأنه هذا المتحدث عن ذلك لما تنظم يعني تظاهرك من هذا الشكل نعم هناك فضاءات أولا كين كلام يتم تبادله بين الخبراء صحيح كين كذلك مجالات يعني سوق للأفكار والمشاريع تكون مفتوحة بالنسبة للشركات وتجدوا بأنه مجموعة من الخبراء يشتغلون على دوين بيزنس داخل هذه الملتقيات ويعني فيه حتى لقاءات موجهة نحو بلورة مشاريع جديدة مشاريع تجعل من المعطى البشري يعني مسألة مهمة في تطوير العمل التقني الذي نحن بصدد الحديث عنه وهناك أعتقد بأنه المغاربة تقدم في كثير من المجالات وهناك مغاربة عرفوا الآن معروفين أصبحوا معروفين في الاختراعات وهذه مش مسألة بسيطة أكبر المخترعين الآن الموجودين على وجه الكورة الأرضية يأتون من المغرب نعم كلهم مغاربة وتوصلوا بميداليات دولية تعطيهم هذه الميزة إذن هناك عنصر بشري عنصر بشري ضروري وأساسي وأعتقد بأن المغرب يريد أن يراهن على ذلك وسائل سيربح نعم إن شاء الله في دقيقتين أستاذ العيساوي لأنه مخرجنا يقول بأنه تبقت دقيقتين كيف تنظر أنت إلى كل هذه الأشواط التي قطعتها المملكة فيما يخص عالم الرقمنة؟ وما هي في نظركم ربما التحديات الموجودة في المستقبل كي نصل إلى كل الأهداف التي تسطرها هذه الاستراتيجية المتعلقة بالرقمنة؟ أنا أعتقد بأنه المملكة المغربية أخذت على عاتقها أن تجعل من الرقمنة رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أولاً هناك إدارات ووزارات متخصصة صحيح في مجال الرقمنة هناك كذلك حتى وزارة إصلاح الإدارة كلها بنت استراتيجيتها على استعمال المعطيات المرقمنة إدارات والمرافق العونة كلها الآن تستعملوا ذلك لأنه حتى من قبل هذا الوقت كان المغاربة اتخذوا قانوناً يمنعوا ازدواج المبادرات ولكن في آخر المعطاف تبين على أنه أجمل شيء لأنه حتى المهم في هذا الشيء كله أننا ندرنا مجموعة من التظاهرات التي تعطي أغلبيتها القوة للشركات المغربية كيف؟ فالشركات المغربية دخلت في مجال الرقمنة وربحت أشواطاً وهي الآن من الأبطال المعروفين على المستوى الإفريقي وعلى حتى على المستوى البحر الأبيض المتوسط وعلى المستوى العالمي ونحن نشكرك شكر جزيل أستاذ دريس العساوي المحل الاقتصادي على كل هذه القراءة الاقتصادية شكراً لك شكراً لكم أستاذ كالعادة لكم الشكر مشاهدين الكرام على الاهتمام ببراميجي وفقارتي في إفنت كات خيضاً لكل زمالة ما خلف الكاميرات السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر